بخير اللهم الرحمن الرحيم السلام عليكم شواله النهاردة يا شبابه ناخد كائن جديد اسمه الوريمينة الوضع التصنيف بتاعه فايلة ملاصقة يعني شعبة الرخويات او طائفة بطنية القدم الوضع الكائنة الوريمينة من اسمه كده يفهو الكائن ده بيعيش في الصحراء يعني بيمتشر عندي بصورة كبيرة جدا في الصحراء المصرية أقدر بصورة سهلة جداً أقدر ألقائيه وأشوفه في طريق قاهرة سكندرية الصحراوي أو طريق قاهرة السويس الصحراوي بدواجد بصورة كبيرة جداً في الأماكن دي هو كائن بيستطيع أن تكيف مناركات الحرارة العالية بصورة كبيرة إن كان دوات بيتبع طائفة لي بطنية القدم وكنت لازم أقول مجموع من الصفات العامة بتاعتها إن الكائنات اللي موجودة طبع الطائفة دي بتتميز إنها جسمها وبتتميز كمان إنها بتحتوي على أو هيد واضحة إلى حد الماء واللي هي بتحتوي على آيس وبتحتوي على تنتاكلس وكمان بتحتوي إن الفيزرال هامب أو الحدب الحشوية بتاعتها بتكون سبايرل وبتكون كويلة دي يعني ملتفة وبتوقع مغطاة بيونيفالف أو صدفة واحدة اللي بقدر يفرزها عندي اللي هو عبارة عن المانتل أو هي عبارة ولقولنا المانتل دي عبارة عن سكنفولدنج أو صانية جلدية بتحيط بالجسم بتقدر تفرز عندي صدفة بتحيط بالجسم برضو من بره اللي هنا قدر قدر تكونها فأصبح هتكونتني حاجة اسمها أول حاجة برضو عندي هاتكلم عن الهابيتات بتاعت الكائن دوت هو أول حاجة شبابي يعني بصورة كبيرة جدا زي ما أنا قلت عندي في الصحراء المصرية يعني من الكائنات عند الجستربودة اللي بتقدر أو بطنية القد اللي بتقدر تعيش على الأرض ومتواجد عندي في الصحراء بتغذى عندي على يعني بتتغذى على الأسطيقان وأوراق الأشجار الصحراوية بيتميز إنها بيكون الليلي هو الكائن ده شبابيش أنت بقوا فاهمين إنها بيحبش درجة الحرارة العلي فبالتالي فاصل الصيف لأن درجة الحرارة بتكون منخفضة إلى حد ما بيعمل إيه؟ قالك بينشط قوي قوي في صورة في الليل فبالتالي طول النهار بيحاول يختبئ شوي هيختبئ من درجات الحرارة ومإن درجات الحرارة في الشتاء فأثناء النهار ما بتكونش عالية قوي فبيعمل إيه؟ بيقوم أنا عند الجسم زي ما إحنا شايفين كده يا شباب أو مفروض بالمنظر ده كده ومفروض هنا الأجزاء الرخوة بتاعت الجسم تخرج من هنا صح؟ بيقوم دخل كل الأجزاء الرخوة دي الجوة صدفة ويقوم قافل في وقت الصدفة دي بسين ممبرين أو غشاء إيه؟ غشاء كده أو إيه بفراجم يعني غشاء برقع كده وخفيف كده وشفاف بيغطي المنطقة دي كلها فبالتالي ما بيدخلش حرورة الجوة أثناء فترة النهار والكلام ده إمتى يحصل في الشيط؟ طيب فأثناء الصيف في أثناء الصيف قالك بيعمل حاجة اسمها استيفاتف أو كومون صيفي يعني بيقتبق تماما طول نهار وفترة الليل إزاي؟ إن هو زي ما احنا قولنا الشيء أو البريستوم أو في وقت الصدفة دي يقوم فارز عليها بدل ما كان بيفرز في الصيف سين ممبرين إيه بفراجم يعني برقع شفاف لأ هنا بيفرز عليها يعني برقع ساميك وغليز ومادة جري عشان يحميه تماما ما يدخليش أي حرار يبقى الكائن ده اللي كانت اللي بتنشط في الشيطة قوي كمان في الشيطة بتنشط أكتر في فترة الليل فالكائن ده بيكون قولنا عليه إيه؟ نوكترنال أو يعني ليل طيب الجسم التاعه زي ما انتم شايفين كده وهشرح لكم الجسم التاعه عبارة عن ثلاث أجزاء عبارة عن منطقة اسمها الهيد ومنطقة اسمها الفوت وعبارة عن فيزرال إيه؟ منطقة الهيد اللي أنا شايفها الأولانية ديت ومنطقة الفوت ما بقدرش أميزهم قوي عن بعض عشان كده إيه؟ عشان كده خلتها منطقة على بعضها سمتها الهيد فوت أو الرأس قدم منطقة الرأس قدم عبارة عن إيه؟ عبارة عن منطقة الرخوة اللي بتمتد من الفوهة أو بتمتد من أصدفة للخارج وبالتالي هي اللي تعمل ومن خلالها يقدر الكائن ده بيقدر يتحرك أو بيزحف بحركة بطيئة جدا في أي مكان طيب دي منطقة الهيد فوت طيب من المنطقة اللي بعد كده اسمها عبارة عن الفيزرال هام دي منطقة بتكون كويلت زي ما انتم شايفين كده في لفات وبتكون مغطاة تماما بإيه؟ بتشيل أو كويلت تشيل يبقى دي أجزاء الجسم عبارة عن هيد وفوت وفيزرال هام والهيد والفوت بتكون بقدرش أميزهم عن بعضهم فبالتالي بقدر أعتبرها كلها لبعضها منطقة بقول عليها إيه؟ بقول عليها الهيد فوت أو الرأس قدم منطقة واحدة طيب ركزوا فقط معي هنا كده في الشكل ده عشان اخد البيانات بتاعته أول حاجة زي ما انتم شايفين كده الكائن ده أصلا أنا عرفت هو بيعيش في فترة أو بيعيش ليليا ومخاصة كمان في الشهد وقلنا بيعيش في الصحرا وبيقدرة تحمل درجة حرارة عالية طيب هو لونه عامل ايه؟ قال لك لونه بيتميز تقريبا من الملك وايد لللايبراون يعني من اللون الأبيض الناصع أو لون الأبيض اللي شبه اللبن لون البني ايه؟ البني الناصر أو البني الشافات كده شوية أو فباهت شوية طيب بيتميز ايه؟ قال لك إن اللفات بتاعته زي ما احنا شايفين كده في اتجاه عقارب الساعة الكلام ده لو أنا وبصيت عليها من فوق طيب اللفات دي عبارة عن ايه؟ قال لك بص هنا كده عبارة عن يمينية اللفات وكل دورة عبارة عن لف طيب هو صدفة أو اللي تشيل دي أنا هو عملت ايه؟ هنا جاب الشيل دي شالها من عالفزرالهام وخدها مرة عشان يعرف ايه يعرف التركيب بتاعه فقال لك والله اللفات دي عددها اربعة عدد اللفات دي اربعة واللفات دي كل دورة بتسمى ايه؟ بتسمى لفة وبتزيد اللفات في الحجم كل ما بتجه ناحية ايه؟ ناحية البريستوم أو ناحية الحواقة اللي بقول عليها شيل أباريتشر أو فوهة الصدف وكمان الحرقات دي بتميز إنها بتكون ماركت ويز ايه؟ أو خطوط النمو ومعلمة عليها كده دي عبارة عن اكبر اللفة خلص من لفات الجسد وتعتبر اللفة الاخيرة اللي بتديه بتدي صدفة الشكل بتاعها ايه الشكل بتاعها النهائي فده تعتبر اكبر لفة او لو شيلتها وشفت بقيت اللفات هتميز لي عندي اللزباية. يومال الابكس ده عبارة عن يقلك دي عبارة عن قمة ايه قمة الصدف ويعبارة عن الالدست بارد اند بيينج ينعتبر اقدم جزء تكون وتعتبر اول جزء تكون خلص في الجنين هي الابكس دي طب بعد كده اهي السيتشور دي عبارة عن ايه شباب عبارة عن يعني ايه يعني الخط اللي بيحدد اتصال اللفات مع بعضها يبقى عبارة عن يبقى ده شكل ايه كده انا خدت شكل الصدفة عبارة عن ابيكس قمة عبارة عن سيتشورز بتحدد اللفات عن بعضها وعبارة عن باديور اللفة كبيرة ده تنشكل الجسم كل اللفات يعني التلات لفات معدل باديور كوين وعندي حاجة اسمها او عبارة عن السر السر دي يا شباب دي عبارة عن جزء كده داخلي او فتحة موجودة على الجنب الصفلي اللي صدفة وبتكون دايما مسدودة وهدان قوي عندي لما يحب اخد الصدفة دي اتواخد فيها قطاع رأسي يعني اقوم شطرها كده من النص واشوف التركيب اللي جوه عبارة عن ايه فهدان قوي عند الامبيوليكس ده وعندي الفوهة او البريستوم اللي عبارة عن الشيء الابريتشر ودي عبارة عن الفتحة بتاعد الصدفة اللي بيتخرج منها مين يا شباب الهيت فود او الرأس قدم بالتركيب بتاعها بتمتد في حالة بقى لما يحصل لها بتكون نشطة او اكتف تبدأ تخرج للهيت فود ده من الفوهة وتبدأ تتعايش بقى بسرعة عادية تتغسده بقى وتتعيش عيني طيب انا لو حبيت اخد كطاع كده رأسي في الصدفة هي ظهر عندي ايه قالك هي ظهر عندي الورلس او الحلقات اللي احنا قلناه اللي يعني دهها اربعة تقريبا وبتحاط ببادي وورل او اللفة الكبيرة بتدي شكل الجسم عبارة عن في حاجة في النص اسمها الكولاميل او العميد ده عبارة عن ايه يا شباب عبارة عن سنترال اكسس اوف زاشيل المحور مركزي كده موجود في الصدف بيعمل ايه المحور ده قالك ده بيكون التحام في الجدران الداخلية المين للفات وبيكون لني ويعمل ايه بيقدر يساعد لان اللفات تلتف حولين بعضها وعشان كده هو بيكون اجوف معادة ايه معادة الجزء بس الامبيوليكوس ده هو ده الواحد اللي الجزء بيكون مسدود او بيكون اصم كده ودي موجود على الفتحة على الجانب السوفل ايه للصدف يبقى انا كده خدت شكل ايه لذي اس اوف زاشيل طب ارجع الثاني بقى للشكل الكائن اخد ايه اول حاجة عندي الهيد فوت منطقة الهيد بتتميز بوجود ايه يا شباب بتميز بوجود على النهية بتاعتها خالص بعلاق فتحة اسمها فتحة الماوس تحت فتحة الماوس في اليمة الفنترل بقى لقي غدة اسمها الوبنينج اوف بيدا الجيلاند او فتحة الغدة القدمية الغدة تيه بتفرز عندي مادة لزجة بتده انها تتمشي عن طريق الهيد فوت اللي بتتميز انها بتكون ايه الهيد فوت بتتميز انها سموس وفلاتوس يعني بتكون ملساء ومسطحة كده ومهدب تب الاهداب اللي عليها دي بتعمل ايه قالك الاهداب دي بتحمل المادة اللازجة اللي بتفرز عن طريق البيدالجيلاند دي عشان تخلي السطح او الباطن بتاع الرأس قدم لازج فتمكنها انها تعمل ايه تثبت نفسها على الماكن العالية او على الماكن المنحدر عشان ما تقعش من عليه بعد كده هلاقي برضو عندي فتحة بل عليها الجينيتال اوبنينج او الفتحة التناسلية ولقى عندي زوجين اتنين من كل زوج بيكون آمامي كده في اليم الفستيري بول عليها الانتريور وفي نوع زوج تاني بيكون اطول منه شوية بول عليها ال انتريور وبيحول على القمة بتاعها. فبالتالي عندي للتينeses دي والاقل survc يعني لمسية وشمية واضافة دي وظيفتهم هما الاتني الامتيريور والبوستيريو بالاضافة ان البوستيريو ليه وظيفة تانية اللي هي عبارة عن الاي اللي بتحمل على قمته فهو بيسعف في عملية ايه في عملية الرؤية طب دي حاجة طب اخد بعد كده هلاقي مين يا شباب هتلاقي عندي الصور الفيزرال هامب او الحدبة الحشوية اللي بتفقى مغلظة او مغطاة بمين مغطاة باللي تشال اول حاجة عندي في منطقة كده بول عليها المنت الكولر او توكل بورنوس اللي من خلاله بيتم ايه هو عبارة عن يعني المكان الاساس اللي هيتم من خلاله بعد كده افراس الطبقات بتاعت مين بتاعت الشيل او الصدف بعد كده هلاقي فيه تلات فتحات بتفتح في منطقة المنت الكولر من فوق فتحة الاينوس اللي يبنو عليها الفتحة صوراجية وبيوجد بالجانب منها فتحة البلمانري اوبنج او الفتحة برقاوية وبعدين لاي فتحة مين فتحة الاخراجية او من عليها الاكزيكريتوري ايه الاكزيكريتوري اوبنج يبقى انا كده خدت يا شباب ايه خدت شكل الكائن وخدت شكل ايه صدفطين ده اللي علينا في كائن مين في الاريمنة التشريح الداخلي اه تم تأجيله يعني شوء الله رب العالمين اه لكن اللي كمين دلوقتي هو الشكل العام للكائن ومين والصدفطين اللي اتنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة